موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة الجديدة من برنامج رأيك مهم البرنامج الذي يتجدد لقاءه بكم كل خميس في نفس الوقت الساعة الخامسة عصر المشاهدين الكرام في الحلقة الماضية من رأيك مهم نحب أن نذكر بموضوع الحلقة الماضية كنا نتكلم حول ظاهرة اختطاف النساء وارتكاب الانتهاكات الفضيئة بحقهم تحديدا في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطات الانقلابيين الحوثيين تكلمنا عن التقارير تحدثت عن هذه الانتهاكات عن عددها تواصلنا مع الناس المعنيين في الموضوع عن عدد التقرير تواصلنا أيضا أخذنا آراءكم مهمة كثير اللي قلتوا في الموضوع إلى الآن لم يحصل أي تطور في الموضوع المتهم الرئيسي في هذه الانتهاكات أحد المقربين من قيادة الحوثيين سلطان زابن لا زال يمارس عمله مع أن النيابة أصدرت أمر قبض عليه وظاهرة مستمرة إلى الآن تقريبا ولا يوجد أي جديد رغم الإثارة الإعلامية ولكن نحن متابعين وأيضا كثير من الناس المعنيين في هذا الموضوع لازالوا متابعين ولازالنا نشكل ضغط في سبيل أنه يعاقب الجاني تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاه وأيضا تم الإفراج عن هذه النساء أيضا خلال الأسبوع الماضي تم تداول كثير من المواضيع أهمها كان ما حدث مؤخرا وهو فوز قطر على الإمارات في الإمارات تحديدا في تصفيات في نصف كأس آسيا والتبعات التي حصلت بعد أن فازت قطر قطر لتلعب بدون جمهور بسبب الحصار المفروض على قطر فازت قطر أربعة صفر كثير من الناس معظم الناس تلقوا هذه الهزيمة التي تعرض لها الإمارات بنوع من الفرح والشماتة أيضا في منتخب الإمارات والزهو وإلقاء تعليقات النكات اللاذعة على الإمارات لأن قطر فازت رغم الوضع الحصار الذي تعيشه البلد الآن يهمنا أن قطر تأهلت إلى نهاية كأس آسيا لأول مرة في تاريخها ستقابل اليابان يوم غد الجمعة كل التوفيق للمنتخب العربي الوحيد الذي سيكون في هذه النهائيات كان هذا أهم تم تداوله في الأسبوع الحالي انتظرونا مشاهدين الكرام في هذا الأسبوع سنناقش موضوع خطير الموضوع له علاقة بالتكوين الأساسي للأسرة التي هي أساس المجتمع الموضوع هو تنامي ظاهرة العنف الأسري عنف ضد الأطفال وعنف ضد النساء العنف كما تعرفون ممكن يكون لفظي ممكن يكون معنى ويمكن يكون جسدي مؤخرا تزايدت هذه الحالات أو على الأقل تزايدت معرفتنا بارتفاع وثيرة هذه الحالات تحديدا أو أكثر الأماكن التي مورست فيها هذه الظاهرة كانت عادة أماكن سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب غياب الدولة تقريبا والأسباب عديدة سنستعرضها خلال الحلقة هناك أيضا تقارير صدرت مؤخرا ودراسة تتحدث عن أن هناك عدد من الأسباب أهمها قد يكون الإفراط في تناول القاتل أهمها الوضع الاقتصادي أهمها أيضا تدني الوضع المعيشي وتدني أيضا مقدار التعليم ذكروا نسب محددة لأن معظم هذه التصرفات كانت من ناس مفرطين في تناول القاتل عندهم اضطرابات نفسية عندهم سوى متدني من التعليم غياب الدولة غياب الرادع الأسري غياب التواصل كثير من الأسباب وكثير من الآراء أيضا سنتناولها أيضا معظم هذه الآراء والمعالجات والأسباب سنتناولها خلال هذه الحلقة سيكون إذن موضوعنا حول تنامي ظاهرات العنف الأسري في المجتمع اليمن الذي يعرف بأنه مجتمع متراحل مجتمع متواصل مجتمع محافظ مجتمع يعز ويعلي قيمة المرأة سنبدأ النقاش لكن بعد هذا الفاصل بقوا معنا مشاهدين الكرام في البداية وجب التأكيد على أن نستقبل مشاركاتكم عبر رقم الواتس أب ونستقبل أيضا مشاركات صوتية أو مقاطع فيديو قصيرة وأيضا سنستعرض معظم المشاركات وحاليا في البث المباشر لصفحة القناة على صفحة رأيك مهمة على صفحة قناة يمن شباب سنأخذ تعليقات المهمة في البث المباشر في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن نشاهد جميعا هذا الفيديو حول موضوع الحلقة موضوع الحلقة موضوع الحلقة موضوع الحلقة موضوع الحلقة في الحقيقة مشاهدين الكرام تعجز الكلمات عن الشعور اللي يمكن يعاني الإنسان أو يوصل الإنسان من مثل هذه المقاطر طبعا هناك مقاطر عديدة أيضا لأطفال يتحدثون هناك قصص يندلها الجبين في مجتمع مثل المجتمع اليمني تعد ظاهرة فاجعة خطيرة والأسف هو تنامي هذه الظاهرة إذن نبدأ نأخذ المشاركات اللي وصلتنا عبر رقم البرنامج على الواتس وكانت أول مشاركة من مجيد الأسلمي يقول مجيد الأسلمي تعد هذه الظاهرة ظاهرة تنامي العنف لأسباب عدة أهمها ما تمر به بعض الأسر من تردي في المعيشة اليومية وعدم جلب قوت يومهم فهذا سبب والسبب الآخر هو ما تمر به البلاد من الأوضاع المأساوية وخاصة في صف النساء والأطفال لأنهم أكثر عرضة للأمراض المختلفة والحلول لها حل واحد يتضح في قول الله جل وعلا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا والمشاركة لمجيد الأسلمي لمشاركة أخرى لنجم الدين الرضي يقول نجم الدين الرضي صديق البرنامج أيضا وهذا يشارك معنا أكثر من مرة نجم الدين شكرا لك يا نجم الدين على اهتمامك يقول نجم الدين الرضي السبب الرئيسي هو ابتعاد الزوجين عن الله عن الله تعالى كلما كانت العلاقة مع الله قوية كانت العلاقة بينهما قوية أما السبب الثاني هو ما خلفته هذه الحرب اللعينة من مأساة خصوصا الموظفين أما بالنسبة للحلول فلا حل غير الرجوع إلى الله عز وجل وهذا الرأي كان لنجم الدين الرضي مشاهدين الكرام يعني أنا في كل حلقة وأكد أيضا أنه أرجوكم نجعل المشاركات قصيرة ونجعل المشاركات أيضا واضحة ومحددة وأيضا ننتبه للأخطاء المطبعية والأخطاء الإملائية لأننا نستعرضها على التلفزيون ونحب نستعرضها بشكل كامل وسليم وخالية من الأخطاء نستمر في المشاركة الثالثة وهي مشاركة لليلة شمس الدين تقول ليلة شمس الدين من أهم أسباب تنامي العنف الأسري ضد النساء والأطفال هو الفشل والإحباط عند الرجال فعندما يكون الرجل فاشل في حياته أو شغله فهو يحول سبب فشله إلى إحباط نفسي مما يؤثر على حالة مما يجعله يعتقد أن سبب فشله هي المرأة والطفل وينظر إليهما وكأنهما حيوانات ووجداء للشقائي والتعذيب نشاهد الكرام نأخذ أول اتصال من محمد البحر محمد أهلا بكم ومساء الخير يا محمد سمعني ألوه ألوه محمد سمعني أولا لا إذن يبدو أنه محمد لا يسمعنا بعد أن نحاول نتصل عليه مرة ثانية نأخذه مرة أخرى نواصل أيضا أخذ المشاركات الواتس أب المشاركة القادمة لمن لنجود البريهي تقريبا نوفر تطلع معنا الآن تقول المشاركة لنجود البريهي أن سبب تنامي هذه الظاهرة هو عدم الوعي بين أبناء المجتمع وانتشار الجهل بشكل كبير ما يسبب في معاناة النساء والأطفال كإجبارهم على القيام بأعمال لا تتناسب مع سنهم أو حرمانهم من التعليم فنرجو من كل يولياء الأمور تفهم ومراعاة شعور أبناءهم وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة تحت هشتاج فهم أمانة في أعناقكم يعني نجود البريهي تؤكد أنه أيضا وضع الأسرة مهم بالنسبة لمثل هذه الظواهر ووضع التعليم وقبلها تحدثنا عن الوضع المعيشي أضواء منتعز أو أضواء تعز بهذا الاسم المستعار نأخذ هذه المشاركة تقول ظهرت تنامي العنف الأسري ضد النساء والأطفال السبب أولا قلة العلم والجهل وكما أن الجهل داء الجهل بحقوق المرأة والطفل فالمرأة لا حول ولا قوة لها فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يصي بالصلاة والنساء وكما قال رفقا بالقوارير وأين الرفق الآن اتقوا الله في النساء رجاني أضواء تعز انتبه الأخطاء الإملائية الحل من وجهة نظر أضواء تعز أقول للنساء أن تدافع عن حقوقها ولا تخجل من هذا الشيء فأنت في مجتمع ذكوري لا يرحم ولن يأتي معتصمه لينقذك لا تخجلي عزيزتي خذي حقك بيدك لا تأخذي حقك بيدك خذي حقك بيدك ولا تخافي فأنت المجتمع كله إذا صلحت المرأة صلحة المجتمع وكما تعرفون نحن في مجتمعنا اليمني والعربي بشكل عام المرأة معنفة والسبب مجتمع ذكوري لا يرسي ونفسه وكمان عدم الوعي الديني والتربي وهذا كله على عتق المدرسة والمجتمع كله تقول هذا الاسم صراحة الرأي شوي جدلي أن تقول للمرأة أخذي حقك بيدك طبعا مع تحفظنا على مثل هذه الآراء لكن برضو أيضا مهم أن المرأة يكون عندها القوة على الأقل للدفاع عن نفسها لأنه مش معقول حين نحرض النسوان على الرجال ورجال النسوان ونكون سبب في مشاكل لا سمح الله جسدية أو ضرب أو جانب من هذه المشاكل عموما كل التقارير تحدث أن العنف يمارس من قبل الرجال ضد النساء والأطفال ومعظم الشريحة التي رصدت في أحد الدراسات تقول معظم الشباب المشاركين في هذه معظم الفئة العمرية تقريبا من 26 إلى 31 سنة يعني شريحة الشباب هم الذين يمارسوا هذا العنف لأسباب متعددة بعد أضوات عزب معنا يا شباب معنا سارة من البيضاء تقول سارة صاحبة المشاركة الدائمة في البرنامج تقول أن هذه الظاهرة قد تكون تنامت لدى البعض لكن حقيقة هي موجودة أصلا والسبب هو قسوة الوالد وجشعه فحين يموت الضمير لدى الوالد قد يموت كل شيء وربما حين يموت الوالد قد يولد البعض من جديد ويصح على الأمل والطموح للبناء كشخصية جديدة رأة النور بعد ترقب وشغف فالقسوة هي سبب الفشل الذريع لدينا والحرمان هو سبب انحراف الكثير وتناولهم للقات هو سبب تسرب الأطفال من المدرسة وغيره وغيره الكثير الجهل والفقر أعمل كثير بمجتمعاتنا والآباء تمكنوا من ما بقى حي بداخلنا والحل هو التعليم التعليم فوق الجميع تتحدث زميلة صديقة البرنامج سارة من البيضاء تقول سارة أن موضوع التعليم مهم وتقول أيضا أن تناول القات والإفراط في تناول القات أن الناس يقوم بعد القات طفشانين أو عشان توفير قيمة القات يمارسوا نوع من العنف يقصروا مع أسرهم نحن نتمنى أنه لا تتحول القات أو أي عادة شعبية إلى سبب في تفكك الأسرة وبالتالي تفكك المجتمع اليمني معنا أيضا مشاركة وصلتنا عبر الواتساب لرقم البرنامج بشائر اليزيدي بشائر اليزيدي المشاركة تقول الحلول عمل جمعيات تتبنى وعي الناس عن مثل هذه الأمور وأيضا تبني ضحايا العنف واحتوائهم وتأهيلهم فرعقوب صارمة لمن ينتهك حقوق الضعفاء وعلى أصحاب الشركات والأموال توفير فرص عمل أكبر ليعمل الكثيرون ويعمل السلام على أسرهم ومن الحلول أيضا أن تنتهي الحرب حقيقة يعني أنا أريد أن توقف قليل عند هذا الرأي لبشائر تقول أن تنتهي الحرب هناك أيضا من يتحدث عن أن أم الكبار وأم المصائب هو الحرب في هذه البلد الحرب التي سببها كان الإنقلاب فعندما حدثت المشكلة الأكبر المصيبة الأعظم في حياة هذا الشعب وهذه الدولة وهذا المجتمع هي خطيئة الإنقلاب هي أم الخطايا فكل خطيئة بعد خطيئة الإنقلاب تأتي كنتيجة وكثمرة وكتفصيل مقارنة بالموضوع الرئيسي معنا أيضا مشاركة بعد بشائر اليزيدي وهي تقريبا المشاركة الأخيرة التي وصلتنا في الواتساب إلى الآن من إبراهيم أبو حافظ قبل أن ننتقل للمشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى إبراهيم أبو حافظ يقول لكي نعالج هذه الأوبئة الفكرية نحن بحاجة إلى تثقيف حقيقي خالي من المغالاة الهدامة الخارجي عن جوهر الإسلام الحقيقي نحن بحاجة إلى الإيمان أن الطفل والمرأة هما الغد المشرق إذن إبراهيم أبو حافظ يتحدث في هذه المشاركة التي وصلتنا عبر رقم البرنامج نستمر في أخذ هذه المشاركة عن نفس الرقم لحظهر معكم خلال الفاصل وخلال الحلقة كلما قدروا الشباب يطلعوا لكم رقم البرنامج وإذن خلال الأسبوع نحن نأخذ هذه المشاركات إذن هذه كانت مشاركات الواتساب قبل أن ننتقل لمشاركات الفيسبوك كانت هذه مشاركات خاصة وصلتنا عبر الرقم نأخذ الآن مشاركات أو من تحدثوا حول الموضوع عموما في الفيسبوك وهو الموقع الأكثر انتشاراً والأكثر تداولاً في اليمن وكثير من الدول أبو خليل هلالي كتب حول الموضوع نقل الخبر كالتالي يقول شاب في ثلاثينيات من عمره يقتل زوجته في العاصمة صنعاء في جريمة يندلها الجبين أقدم فيها القاتل المدعو وليد عبدو عبدالله من أبناء ريمة عزلة بني الضبيبي أو الضبيبي على قتل زوجته باستخدام سلاحين كلاشينكوف مطلقاً على جسدها 13 رصاصة بعدين قاموا بضربها وتعذيبها بطريقة وحشية داخل منزلة في العاصمة صنعاء منطقة حزيز وذلك صباح الخميس في الساعة التاسعة وهي بالمناسبة أم لستة من أطفاله الأصغر منهم لم يتجاوز عمره شهراً واحداً وقد صرح أخو الضحية قائلاً نطالب بالقصاص ولا غير القصاص حيث القاتل المذكور بحفزة الجهات الأمنية بالعاصمة صنعاء ونحملها المسؤولية في أي تفريط أو تهاون أو تهريب القاتل ومعنا صورة لأطفال القاتل والمقتولة الآن هنستعرض أيضاً الصورة التي تكلم عليها صديقنا أبو خليل الهلالي وهي للأطفال أن صوروا أيضاً معهم فيديو هذول الأطفال حسب ما نقل خليل الهلالي يقول أن هؤلاء الأطفال أبوهم قتل أمهم أيضاً وكان أيضاً يصرخون وأخو الضحايا يقول أنه يطالب بإقامة القصاص ولا شيء غير القصاص خراحة صور الأطفال يعني أيش نقول تقطع القلب للأمانة ومحزنة ولا نعرف أي ذي ابن بشري يسكن مثل هؤلاء الناس يعني الطفل الأخير يقول أنه عمره شهرين تقريباً بحسب ما أورد أبو خليل الهلالي في منشوره على الفيسبوك نستمر في أخذ المنشورات التي تحدثت حول الموضوع في الفيسبوك وهذه لمحمد عبد الله الضبيبي يقول محمد عبد الله الضبيبي رجل ينتحر ورجل يقتل زوجته أمام ستة من أبنائه والآخر يقيدها بالسلاسل طوال أربع سنوات نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة أين العدالة رحمك رحمك الله يا عمر الفاروق ويتساءل ما هي الأسباب وهي نفس التساؤلات التي نطرحها أصلاً خلال البرنامج ما هي الأسباب تحدث البعض عن تردي معيشي عن إنسان عنيف أصلاً يسكنه ديء بشري عن طرابات نفسية عن إفراط في تناول القاتل عن مشاكل نفسية عن مشاكل اقتصادية عن المشكلة والخطيئة الكبرى وهي خطيئة الإنقلاب الذي حدث في البلد إذن أيضاً معنا أسعد العماد كتب حول الموضوع ومن الشباب الناشطين أيضاً في السوشال ميديا يقول أسعد يقال أن زوج يقيد زوجته بالسلاسل وحبسها في المنزل لأكثر من أربع سنوات في صنعها طيب وين أهلها ما يسألوا عنها؟ وين الجيران ما يتفقدوا لهذه الدرجة أصبحنا لا نبالي؟ هذه زوجتك واجبك أن تحترمها وإذا وجدت أنها لا تناسبك أعدها إلى بيت أبوها ولا يحق لك أن تفعل ما فعلته أي مرأة يعتدي عليها زوجها لا تسكت عن حقها أبداً على الجهات الأمنية أن تعاقب هذا المجرم الحقير واللفظ لأسعد العماد وعلى الجميع أن يتفقد جيرانه وإذا في أي حالة تعنيف ضد الأطفال أو النساء في المنازل لا تترددوا بالإبلاغ عنهم الوحش كثير هذه الأيام يا الله يا الله إذن أسعد يتكلم أيضاً أن هناك مسؤولية اجتماعية أولاً أسرة المره هذه التي تعنف واليمارس ضدها هذا العنف وين الأسرة؟ وين أخوتها ما أسألوا عليها؟ وين أهلها؟ وين الأرحام؟ أنتم ما تفاقدوش نسوانكم بناتكم بعد ما زوجوهين؟ يقول أسعد ويقول أيضاً وين الجيران لما يسمعوا التعذيب ولما يعرفوا كذا؟ يعني لازم أنه في الأخير مثل هذه المشاكل لا بد أن يقوم المجتمع بدوره والأسرة بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات وأيضاً تلاحظوا أنه كلما أبلغنا وكلما حاولنا الضغط في هذا الإطار نحاول أن نجد معالجات وأيضاً الضحية لما نصلت الضوء عليه يحاول أخذ حقه والجاني يخاف أيضاً لما نعرضه للأضواء ونخلي المجتمع كله رقيب على مثل هذه التصرفات معنا أيضاً مشاركة أو أيضاً إحيالهادي كتب حول الموضوع قال صرنا هذه الأيام نسمع ونرى ونقرأ عن جرائم ما سمعناها منذ أجداد أجداد أجدادنا لأنهم تربوا على قيم إسلامية وعادات وأخلاق قبيلية أخذوها من تعليم دينامو الحفيف الحنيف عفواً إذن أيضاً إحيالهادي يقول أنه زمان في المجتمع اللي مني وكنا نسمع عن هذه الحالات المجتمع هذا مجتمع محافظ مجتمع قلبه رحيم ورؤوف مجتمع يعلي قيمة المرأة أيضاً لا يمكن أن نسمع في هذه الحالات في حاراتنا في أسرنا نادراً ما كان يعتدي رجل على المرأة ولو كانت مرته ولو كانت بنته ولو كانت طفله هذه الاعتداءات بدأت بالتنامي مؤخراً خاصة بعد ضياع الدولة وبعد الحرب وبعد الوضع اللي وصلنا له كمجتمع يمني يقول يكمل إحيالهادي قائلاً أما اليوم أحسبنا الله ونعمل وكيل شاب يغتصب طفله رجل يقتل زوجته وآخر يقريدها أربع سنوات ويقدم على قتل ابنته والآلاف من القصص المحزنة والمبكية والتي يشيب من هوليها الأطفال رب لطفك ببلدي وشعبه أخرجنا مما نحن فيه ويقظ لنا رجل يرد لنا وطنا وحريتنا وحياتنا الكريمة يا رب العالمين أو أقم الساعة وأرحنا من هذا العناوة ويتكلم بشكل عام أنه هذه واحدة من الجرائم اللي انتشرت لكن جرائم أصلا متعددة قتل خطف اغتصاب حبس سجن تقييد بالسلاسل سنوات إذن المجتمع هذه واحدة من الظواهر لكن الظواهر متعددة الظواهر السلبية التي بدأت تطغى وتظهر وتجعل مثل هذا المشارك اللي هو يحيى الهادي يقول رب أقم الساعة ولا نعيش الوضع هذا أن الله يلطف أيضا بالناس وبالمظلومين ويضا الناس اللي لا حول لهم ولا قوة أيضا مشاركة بوس للشاعر محمد الشرقي يقول في بلاء حل علينا باليمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رجل يقيد زوجته من أربع سنين ويقتل طفلته ماذا أصاب عقولنا ماذا ننتظر من الأيام والسنين المقبلة رأيت في وطني ما لا يتوقع العقل ولا يصدقها المنطق ولا أتوقف البس هذا الشاعر محمد الشرقي إذن مشاهدين الكرام نلاحظ أن معظم الناس يتناولوا هذه الظاهرة هذه الظاهرة يتناولها الناس بكثير من الألم والحسرة إذن هذه المرأة التي يمارس ضد هذا الانتهاك سواء تقيد أو يمارس ضد انتهاك وهذه الطفل أو هذا الطفل هذه هي في الأخير جزء مننا نحن كلنا أسر ممكن تكون واحدا بناتنا ممكن تكون واحدا من أقاربنا ذلك أعزائي المشاهدين كل أسرة تنتبه لبناتها ونتبهوا لأولادها من كل جار يتفقد جاره الناس في وضع كل الناس لا يحسدوا عليه ذلك خلونا نحافظ على ما تبقى من هذه الروابط الأسرية نطلع فاصل ونعود يبقوا معي حمل الآن تطبيق قناة يمن شباب من جوجل بلاي وأبل ستور وتابع آخر الأخبار وأهم الأحداث الاقتصادية والرياضية واستعرض جدول البرامج والمسلسلات كما يمكنك الاستماع لراديو يمن شباب عبر التطبيق وبثنا المباشر يمن شباب معك أي ما تكون حمله الآن مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم من جديد أنا الآن أطلع أيضا وحاول أن أستعرض بعض التعليقات على البث المباشر على صفحة البرنامج وصفحة القناة في الفيسبوك في الحقيقة يعني ما فيش واحد تتكلم بشكل مباشر أو بشكل جديد مفيد أو لافت عن الموضوع وبنظل نأخذ المشاركات والتعليقات إلى آخر الحلقة نستمر أعزائي المشاهدين في أخذ أيضا تعليقات أو الناس اللي كتبوا في الفيسبوك عن ذات الموضوع عندنا الصديقة وزميلتنا في قناة بالقيس أفنان تركر أفنان تقول فاجعة الأسبوع أقل ما يقال عنها فاجعة ومرتكبها وحش مفترس وشيطان الأطفال واضح أنهم متعودون على مشهد تعنيف والدتهم من قبل الكائن الذي يسمونه والدهم محزن جدا يبدو تكلم تعليقا على فيديو انتشر أيضا تقول أفنان لكن ما شدني هو نشر مثل هذه المواد في مواقع التواصل الاجتماعي ووقوعها في متناول الجميع من المستفيد من نشرها في صالح من في هذه الفاجعة مثلا نفترض أنه تم الحكم بالقصاص وتنفيذه الأطفال هذولة بكرة لما يكبروا إيش ممكن استفيدوا من تصويرهم بهذه الطريقة ونشر الفيديو تقول بين قوسين صديقتنا أفنان هل أصبح لزاما تقبل نشر مثل هذه الفيديوهات أو الصور أو المواد لجعل الحادثة مع قضية رأي عام والضغط على السلطات لأخذ بحق المظلومين دون أخذ الحياة المستقبلية لهؤلاء الأطفال مثلا بالاعتبار وأيضا نستمر في أخذ تكملة هذا المنشور لصديقتنا أفنان تقول أفنان تكمل بالمقابل نفترض أن القاتل له ظهر وإحنا أصلا ما فيش معانا دولة قانون تحكمنا بل ظهور ومعارف ووساطات وتفاهات بالإضافة إلى أننا في مجتمع ذكوري متسلط في مثل هذه الحالة كيف سيتصرف المدعو والدهم معهم هم الشاهدون على جريمته البشعة بحق والدتهم التي سيحرمون منها للأبد وهم الذين طالبوا بتشجيع من مصور الفيديو بقتله قصاصا من سيحميهم منه والفيديو شاهد عليهم مطالبين بقتله الشهادات والاعترافات وما إلى ذلك شغل محاكم مش شغلنا إحنا واستخدام الأطفال بهذه الطريقة سيضرهم وحدهم إذن وجهة نظر أفنان تحترم بالتأكيد ولكن هنا قشة زاوية أخرى للموضوع أنه نشر الفيديو لمثل هذه التصرفات نشر فيديو لأطفال وطالبهم بالقصص من والدهم تحدثوا عن التعنيف التي تلقوا في الأسرة من والدهم تقاه والدتهم تقول أنه إحنا في الأخير لا دا ولا تحكمنا ممكن هذول الأطفال أبوهم يمارس ضدهم أيضا نوع من العنف والوحشية وتقول أنه انتشار مثل هذه الفيديوهات ومثل هذه الحالات بشكل شخصي مع إبراز الناس ووجوههم وأسماءهم مش دائما يكون مفيد حتى لو كان مفيد ممكن يكون له أيضا يعني تبعات وأضرار جانبية قد لا تحمد عقباها ويبدو أنها ليست معا أن تنشر مثل هذه القضايا في صفحة توصول اجتماعي وفي عالم السوشال ميديا عموما هنا أيضا عبد الرحمن صالح علق على صفحة البرنامج قائلا العنف الأسري ضد النساء والأطفال يعود إلى مشاكل كثيرة منها ثقافية واجتماعية وقانونية معقدة إضافة إلى مشكلة عدم وجود الدولة هناك قوانين لكن القوانين الرادعة للعنف في اليمن غير موجودة أصلا أو إذا هي موجودة كقانون تكون ضعيفة بسبب عدم وجود دولة رادعة في تلك القوانين عبد الرحمن صالح هو يورد أيضا رأي مهم كررنا خلال الحلقة أن عدم وجود الدولة هو الخطيئة الكبرى حتى لو وجد قانون يحمي هؤلاء المصدعفين أو الذين تمارس ضدهم هذه الانتهاكات لا توجد دولة تطبق هذا القانون الوضع مع غياب الدولة ومع الانقلاب الحوثي أصبح أما معك ظهر تسند له عشان تأخذ حقك أو يضيع حقك أو بشوية من الضغط الإعلامي وكثير من المحاولات والمبادرة الشبابية ونظامات المجتمع المدني والدراسات والمعنين في هذا الموضوع نحاول نصلط الضوء على هذه الظواهر يعني أن نحط هؤلاء الجنات تحت المجهر نصلط الضوء على الضحايا أيضا مشجعهم يأخذوا بحقهم نحاول أن نكون أكثر إيجابية في مواجهة مثل هذه الظواهر التي بدأت تتنامى مع وجود الانقلاب في البلد وضياع الدولة مشاركة أيضا لمحمد عامر يقول محمد عامر ارتفعت وطيرة الجرائم والعنف الأسري كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية وبلا شك فإن مشهد الانقلاب والمجازر والجرائم والانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي أفرزت سلوكيات ترا في العنف سبيلا وحيدا لتحقيق الأهداف وهذا ما يفسر تزايد معدلة الجريمة خلال سنوات ما بعد الانقلاب بصورة كبيرة إذن يقول محمد عامر يقول أنه أصلا الناس تعودوا على مشاهد القتل والدماء وكل هذا شجع الناس أنه يصبح هذا سلوك وحيد للمعارسات والسلوكية داخل الأسر يكمل محمد عامر قائلا وأيضا تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر بعد الانقلاب الحوثي ولد معدلات كبيرة من حالات العنف الأسري وربما وطيرة هذه الجرائم ستستمر في الارتفاع في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد والتدهور المستمر للاقتصاد الوطني الذي ينعكس سلبا على المواطنين محمد يؤكد النقطة التي نقولها أن الوضع السياسي مرتبط بشكل مباشر بتنامي هذه الظاهرة ومرتبط أيضا الوضع الاقتصادي ووضع الحرب ووضع الانقلاب وأيضا أنه أصبح سلوك العنف أصلا شائع هنا قتل هنا تدمير هنا تفجير هنا أسرة هنا ضحايا هنا عنف أصبح هذا المظاهر شجعت الناس أن يمارسوا مثل هذه السلوكيات الخاطئة ولو بطريقة غير مباشرة معنا مشاركة أيضا عمر النهمي كتاب حول الموضوع قائلا العنف الأسري من مخلفات الحرب النفسية والنجاب بالجسد في الحرب ليست كافية لا بد أن ننجو نفسيا كذلك عندما يعنف ويهان رب البيت من قبل الميليشيات والنقاط الأمنية ومن صاحب الدكان إذا كان عليه ديون ومن صاحب الإيجار ووائل أخ سواء كان التعنيف لفظي أو جسدي فإن كل هذه الضغوطات والانكسارات تكبت في صدر الرجل ثم تفرغ على المستضعفين في المنزل من نساء وأطفال لا إراديا في هذه الحالة لا بد أن يتم توعية الناس أن الضغوطات التي يمرون بها تفقدهم أعصابهم وإنسانيتهم وتقتلهم من الداخل وأن إفراغ غضبهم على النساء والأطفال ليس انتصارا للدات المقهورة من وضع الحرب ومخلفاته عمر يتكلم أيضا حول موضوع مهم أن الرجل وهذا لا يبرر أيضا لكن هو يحاول يشرح حالة يشرحها بطبيعة الحال يقول أن الرجل يهان في النقاطة الأمنية يهان من قبل الميليشيات يهان أحيانا في بيته يختطى في عذاب يتعرض لضغوطات نفسية يروح البقال وهو مديون صاحب البقالة يهينه مشرف الحارة أيضا يهينه فيقول أنه يعصر عنده كبت لكمية القهر والغضب بداخله لما يجي البيت يجي في الأضعف منه لأنه مورس ضده قهر معين وهذه سيكولوجية الإنسان المقهور أيضا في الدراسات المعروفة أنه قد يمارس هذا الضغط ونفسية الضحية تنعكس على الضعفات داخل بيته ومن طبيعة الحال مرته وأطفاله وكان رأي العمر أنه كانت هذه مشاركات الفيسبوك أما أصدقانا في تويتر كان لديهم تغريدات مختلفة نأخذ بعضها هنا مستعار لغسق المشاركة تقول الحرية المفرطة هذه عند الناس اللي معهم أصلا حقوق أساسية كل بلد له قضاياه إحنا في اليمن عندنا مشاكلنا مثل زواج القاصرات وحرمان فتاة من التعليم في مناطق كثيرة بين قوسين والعنف الأسري وهذا غير الحرب اللي زادت أصلا من وضع النساء سوء أنه تقول أنه أصلا إحنا مقبل الحرب كعندنا مشاكل زواج القاصرات وعنف أسري هذه موجودة قبل الحرب الحرب يعني زادت هذا العنف وزادت منسوب هذا العنف لأنه أصلا موجود في هذا أو في مجتمعنا اليمني المشاركة التالية باسم مستعار اسمه بيت الأحمد الحدث يقول زوج يقيد زوجته بالسلاسل تعليقا على الصورة التي استعرضناها ويحبسها في المنزل لأكثر من أربع سنوات في صنعاء مخرا قام بقتل ابنته الطفل براءه ماذا أصاب اليمن وأي لعنى حلت علينا حتى تتوالى المصائب على اليمن ما يمر به وما به من اغتصاب أو قاتل أو اغتطاف يرفع عنا هذا البلاء المغرد هنا هو يقول أن هذه الظواهر أيضا مثل البلاء والمصائب التي أصابت اليمن وأصابت المجتمع اليمني مؤخرا هذه واحدة من الظواهر لكن اليمني واليمن والمجتمع مؤخرا يعاني كثير من هذه الظواهر وكأنه بلاء وكأنه يعقاب إلهي يلجأ إلى الله ويدعوه أن يرفع عننا هذه المصائب وهذا البلاء هناك أيضا تغريدة لجمال علي جمال جمال ماذا يقول في صنعاء زوج يقتل زوجته والثاني يقعيدها بالسلاسل هذا ما ظهر وما خفي أعظم تفقدوا أرحامكم لا تتركوا زيارتهم والجلوس معهم حتى لا يستقوي عليهم الأنذال إذن هو أيضا جمال يقول أنه أصلا هذا اللي نعرفه لكن اللي نعرفه كثير يعني في أكيد الدراسة توصلت لحالات وأكيد إحنا نصلت الضوء على حالات معينة لكن بالتأكيد أيضا هناك قضايا مخفية لا نستطيع الوصول إليها لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم هو يعيد الموضوع أو طريقته في المعالجة لنفس السبب يقول تفقدوا أرحامكم تواصلوا مع النسوان تواصلوا مع أهاليكم تواصلوا مع أقاربكم حاولوا تفقدوهن عشان ما يستفردوش بها الأنذال بحسب التعبير لجمال علي جمال التغريدة اللاحقة لأحمد طاليس أحمد طاليس يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث زواج الصغيرات أكثر بكثير من اليمن العنف الأسري والاغتصاب يقول أنه في أمريكا من حيث زواج الصغيرات مثلا أكثر بكثير من اليمن هذا الرأي لأحمد طاليس يقول أنه العنف الأسري والاغتصاب زواج الصغيرات في أمريكا أزيد من اليمن رغم ذلك هي أقوى دولة في العالم عسكريا واقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا وصناعيا هل أنا أروج لهذه الأمور؟ لا أمور سلبية ولكنها ليست سبب تخلفنا هنا يتحدث أحمد طاليس أنه أيضا في مجتمعات متقدمة صناعيا وعسكريا فيها مثل هذه الظواهر إذن هذه الظواهر ليست سبب تخلفنا ولكن هي واحدة من الأسباب والمظاهر والأعراض لوجود مجتمعات مثل المجتمع اليمني مع أنه في أمريكا ويتكلم أحمد طاليس أنه في مثل هذه الظواهر كثيرة ومنتشرة وفي إحصائيات بحسب أحمد أكثر من الوضع في اليمن إذن مشاهدين الكرام فاصل ونعود فابقوا معنا حمل الآن تطبيق قناة يمن شباب من جوجل بلاي وأبل ستور وتابع آخر الأخبار وأهم الأحداث الاقتصادية والرياضية واستعرض جدول البرامج والمسلسلات كما يمكنك الاستماع لراديو يمن شباب عبر التطبيق وبثنا المباشر يمن شباب معك أين ما تكون حمله الآن مشاهدين الكرام أهل وسهلا بكم معنا في البث المباشر سيد اسمه أبو نصر محمد يقول مشكورين جزاكم الله خير شكرا لك يا أبو نصر محمد يقول أنا معكم من الصباح للآن ويحنا معك أيضا معك من الصباح للآن وبعد الآن خليك معنا معي من شباب أيضا شكرا لك يا أبو نصر سامر سلطان أحمد العامري أو الخامري يقول هذه ظاهرة سببه ودليل على قلة التعليم مترك الدين وراد وخراب البلاد الله يجازي من كان السبب تقريبا أبو نصر محمد يشكر الأخت أفنان تركر ومعنا أيضا مشاركات في جروب البرنامج لكن قبل هذا معنا اتصال من محمد منصور محمد أهلا بك ومساء الخير حياك الله يا محمد من وين تكلمنا لحظة بس قولي من وين تكلمنا وبعد ندخل على الموضوع من محافظة الضالع حياك يا محمد ومحافظة الضالع قولي أشراك في الموضوع يعني رأي أن اختطاف النشاء وتلفيق تهم دعارة هذا ما يقوم به الحزيون في صنعاء هذا يا محمد معلش محمد محمد يبدو أنه في لبس شوية عندك هذا كان موضوع الحلقة السابقة موضوع الحلقة الحالية عن العنف الأسري اللي يمارس داخل الأسرة حيانا رب الأسرة يضطهد الأم ويضطهد الأطفال ايش تحب تقول لنا حول هذا الموضوع أما اختطاف النساء وتلفيق تهم دعارة تهم دعارة كان في الحلقة السابقة يعني يا أخ العزيزة يعني تغبية الأسرة نعم في عنف أسري يمارس حاليا وحالات كثيرة تكلموا عليها الناس برأيك ما هو سبب هذا العنف الأسري وتنامي هذه الظاهرة ظاهرة العنف الأسري أن الأب يمارس عنف ضد الزوجة والأطفال يعني لم يقد طاعة من الزوجة إلى زوجها ولذلك يؤدي إلى عنف عصبي في الأسرة طيب برأيك إيش الحلول المقترحة أنه نحن نحاول أن نوقف ضد هذه الظاهرة ونقلل منسوب تنامي ظاهرة العنف الأسري إيش الحلول من جهد نظرك الحلول يعني لم نريد من الزوج أن يطيع زوجها ومن الزوجة أن يطيع زوجها ولذلك يعني قلة المصاريف في المعيشية في هذه الأسرة طيب يا محمد ممكن تقول رسالة أخيرة أنت رجل ونحن نحب أن نتوصل رسالتك لكل الرجال اللي قد يسمعنا واحد منهم الآن ويستقو على نسائهم بالقوة أو يضربوهن أو يعنفوهن يعني هذا لم يجوز ضرب النساء بالقوة وأن النساء يعني هنحرمات يجب على الزوج أن يحترم زوجته بكل ما تمتلك وكل ما يملك الزوج طيب طيب يا محمد منصور من الظالع كنت معنا شكرا لك لمشاركتك وانتظر أيضا مشاركاتك القادمة في المواضيع القادمة وعلى صفحة البرنامج وعلى رقم البرنامج شكرا لك يا محمد مشاهدين الكرام هناك أيضا مشاركة وصلت مؤخرا حقر أهم التلفون وهي مشاركة لضياء المقري مثلا أو المقري يقول التخلف والجهل وغياب المنظمات الحقوقية والحل هو توعية المجتمع ضد هذا العنف إذن أيضا هناك نقطة مهمة نبهنا عليها ضياء المقري يقول ضياء أنه أيضا غياب المنظمات الحقوقية المعنية في الموضوع أكيد في منظمات في اليمن واحدة ثنتين ثلاثة لكن هناك غياب يعني هناك عدد محدود فبالتالي لا بد أن يكون المهتمين وتحديد المنظمات المعنية بهذا الموضوع تنتشر بشكل أكبر تمارس دورها بشكل أكبر وأكثر وضوحا هناك أيضا واحد كتب في البث المباشر للصفحة يقول أنه قد يكون القولون العصبي هذا أسامى صديقنا أيضا يقول القولون العصبي والسكر شكرا لك أسامى على هذه المشاركة هو فعلا قد يكون في مرض نفسي أو جسدي يكون سبب موارسة العنف لكن هذا لا يبرر المريض روح يتعالق لا يروح شي يطلع ضباحه ومرضه فوق المساكين وفوق مرته وفوق أطفاله ولمريض الله يشفيه طبعا هناك أيضا في الواتس أب وصلتنا مشاركة من شخص اسمه علي الجرادي يقول علي الجرادي تنامي العنف الأسري ضد الأطفال والنساء يرجع أسباب عدة وأهم أسبابه الأوضاع ليمر بها البلد والسبب الرئيس يرجع لقلة الإيمان وابتعاد الناس عن الإيمان وحلوله هو اتباع ما قال الله ورسوله وهذه أيضا رسالة اللي قال قبل شوية صديقنا أسامى أن السبب هو القولون السكر السبب أيضا الابتعاد عن الله يا أسامى بحسب علي الجرادي ومعنا اتصال من مجيد مجيد أهلا بك السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته مجيد الشافعي معنا صح؟ نعم حياك الله يا مجيد من وين تكلمنا؟ أكلمك من حجة من حرارة حجة حياك الله يا مجيد وبأصدقاءنا في حجة فضل يا مجيد أسمع منك ما هو برأيك سبب تنامي ظاهرة العنف الأسري داخل الأسرة؟ يا أخي ظاهرة السلام العنف الأسري سيتأود إلى عناصر عجة أهمها ما يضر به البلد وخاصة في اليمن لأن اليمن الآن يمر في حالة مايشية يوصدها وهو من الحرب التي تشهده اليمن بين الأطرح المختلفة المتناجعة في اليمن هذا سبب من الأسباب تغضي المعيشة لدى وخاصة في صفة الإساعة وقصة لأننا أكثر رضا لهذه الأشياء التي يعني لأصفاخ أفخارهم وتجعلهم يعني رضينا الواحد أن يسكد صوابه أو يسكد التعليم وإدماجها بهذا عنك طيب يا مجيد حقيقة إيش رأيك أنه أنا أحب أيضا أخذ الجانب الإيجابي في الموضوع أنه إيش اللي نقدر إحنا نسويه إيش الجهد اللي يمكن نسويه أنت وسويه أنا ونسويه جميعا في مواجهة هذه الظاهرة إيش نقدر نسويه الحل هو كالتالي يعني أن لعزل الروح النعمية لدى النفاء والأقصال يكون مساعدين لمواجهة مثل هذا الشيء لأن هذا الشيء غير مستحيل وخاصة في هذه النوقات التي نعيشها خاصة لدى الشعب اليمني لكن يعزز بديهم كل الروح التفائلية وكذلك طيب طيب شكرا نعم مجيد معالش إحنا وصلنا لآخر دقيقة تقريبا في برنامج ومعني متصل بعدك أيضا شكرا لك يا مجيد ومنتظر مشاركتك في الحلقات القادمة مع أيضا معمر محبوب معمر أهلا بك ومساء الخير وين تكلمنا يا معمر؟ مساء من يافع من يافع حياك الله أهلنا في يافع معمر برأيك إحنا في آخر دقيقة في البرنامج ما هي أهم الحلول التي تقترحها لمواجهة ظاهرة تنامي العنف الأسري؟ يا أخي الأسباب أخذ الحلول أخذك أيوا الحلول أولا الرجوع أولا يرجع الأب أو يقول يرجع الأب إلى الدين إلى الإسلام إلى هكذا الأمور هذه المهمة يتعلم أو يدرس أو يأخذ معلومات من ما سبق يتعلم النريس والأولاد والصحابة وكيف الصحابة تعلمون الرسول والسلام وهكذا لكن الآن في عصر الحديث أصبح مثلا الأنترنت ذو دو حجين يعني إذا تخدم الإنسان في الخير أخذ الخير وإذا كان في الشر أخذ الأب يأخذ من أبنانهم يأخذ من أبنانهم تصرفات فيها فعليه يعاقبهم بدون أن يدرسهم بدون أن يعاقبهم من قبل بدون أن يعملهم حلول مسبقة فيكون هكذا أولا حيانا قد تكون الأسباب غروف عيشية أو غروف لسانية أو حالة نفسية أو كذا كثير طيب طيب يا معمر محبوب شكرا لك على المشاركة أخذناك في الوقت الأخير نتمنى أنك تشاركنا أيضا في مرات قادمة أعتذر لبقية المشاركين لمشي قادر أن أخذ مشاركتهم وذلك كان معنا مشاركة من حنين محمد بن يافع ذكرت في الواتس أب أنا أعتذر للبقية اللي مقدوناش نأخذ مشاركتهم أو نأخذ اتصالاتهم عفوان لأننا وصلنا لنهاية البرنامج مشاهدين الكرام قبل النهاية معنا صورة الأسبوع حول ذات الموضوع نشوف الصورة اللي نحن استعرضها مع بعض الكاريكاتير الكاريكاتير المعروف رشاد السامعي بدون تعليق أنتم مقرؤوا التعليقات الموجودة الكاريكاتير راح يضع لشوي إذن مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة من رأيك مهم شكراً لكل المشتركين اللي معنا ويسامحون مرة ثانية لنأخذ مشاركتهم أو اتصالاتهم بالمناسبة وجدد تأكيد إنه إحنا ممكن نأخذ مقاطع فيديو خلونا نشوف آراءكم خلونا نشوفكم أو مقاطع صوتية شاركونا على رقم البرنامج اللي يظهر معكم إحنا ننشر برومو البرنامج خلال اليوم دائماً صفحة يمن شباب أو صفحة البرنامج أيضاً رأيك مهم عور الرقم اللي يكون ظاهر معكم بشكل مستمر ننتظر مشاركاتكم إن شاء الله نحدد موضوع الأسبوع القادم على صفحة البرنامج صفحة القناة خلال الأيام القادمة كنا سعيدين بهذا الموضوع إن شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة في نفس الموعد يوم الخميس الخامسة عصراً إلى الملتقى نترككم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة